وقع مدير كليات الدفاع الجوية لواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي بروتوكول تعاون مع عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية يهدف البروتوكول إلى تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريج كليات الدفاع الجوية لرفع درجة تأهيلهم علميا وعمليا للخدمة بالقوات المسلحة كما ينظم البروتوكول ألية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتح السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريج كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة خريج كليات الدفاع الجوية للحصول على درجة البكاليريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة